استنكر مسؤولان أمميان تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين بقتل قادة حماس في أي مكان في العالم وأدان العملية التي نفذتها إسرائيل ضد نائب زعيم حركة حماس صالح العراوري وستة آخرين الأسبوع الماضي في لبنان وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أكد المسؤولان الأمميان على أنه يحضر على دميع الدول حرمان الأفراد بشكل تعسفي من حقهم في الحياة بواسطة عمليات عسكرية أو أمنية في الخارج بما في ذلك عند مكافحة الإرهاب وشدد المسؤولان على أن عمليات القتل في الأراضي الأجنبية تعتبر تعسفية مشيرين إلى أن إسرائيل لم تكن تمارس الدفاع عن النفس لأنها لم تقدم أي دليل على أن الضحايا كانوا يرتكبون هجوما مسلحا على إسرائيل من الأراضي اللبنانية كما لم تقدم إسرائيل أي مبرر قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها كما تقضي المادة الحادية والخمسين من مثاق الأمم المتحدة وفي هذا الإطار دعا المسؤولان الأمميان الشلطة والمحاكمة الإسرائيلية إلى أن تقدم إلى العدالة جميع المتعرضين في درائل القتل وحذر من أن الغارة الإسرائيلية تشكل تصعيدا إقليميا خطيرا للصراع في غزة وانتهاكا لسيادة لبنان واستخداما محضورا للقوة العسكرية ضد الأراضي اللبنانية بما يتعارض مع نساق الأمم المتحدة هذا وتنظر محكمة العدل الدولية غدا على مدار يومين الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا وعدد من الدول بشأن محاكمة إسرائيل ارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وطلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال خاصة بالإبادة الجماعية العالم يترقب وضميره الإنساني يتجه إلى لاهاي حيث تضع جرائم الإبادة الجماعية إسرائيل تحت مقصلة العدل الدولية في جلسات استماع على مدار يومين وذلك بعدما رفعت جنوب إفريقيا دعوة للمحكمة للتحقيق في المجازر الإسرائيلية في غزة الدعوة التي انضمت لها كل من بوليفيا وبنجلديش وجزر الكمر وجيبوتي تتهم إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكها لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها عام 1948 جنوب إفريقيا استندت في دعوها إلى ما تعيس به قوات الاحتلال فساداً في أرض غزة أيضاً استندت الدعوة إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون من الحكومة الإسرائيلية وبرلمنيون وحزبيون يتعلق بعدها بالدعوة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأخرى متعلقة بإلقاء كنبلة نووية على قطاع غزة وثالثة تطالب بحرمان أهالي القطاع من الماء والطعام والكهرباء والوقود واستناداً إلى ما أوردته الدعوة طالبت جنوب إفريقيا المحكمة بتوجيه أمر إلى دولة الاحتلال لتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية وحماية الشعب الفلسطيني من مثل تلك الانتهاكات التي تضرب بالمجتمع الدولي عرض الحائط دعوة أربكت الداخل الإسرائيلي الذي اعتاد على عدم المحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني إذ جندت دولة الاحتلال مؤسساتها للترويج لأكاذيب لإبعاد أي شبهة جنائية ضدها الإرباك وصل مداهب مشاركة نائب في الكنسة في عريضة تؤيد محاكمة إسرائيل في محكمة العدل في مؤشر لمعارضة قطاع إسرائيلية لما تقوم به حكومة الحرب برئاسة نيتانياهو الذي أعطى الضوء الأخضر لإجراءات عزل النائب ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها وملزمة لطرفي الدعوة فليس هناك أي وسيلة لتنفيذها إلى أن صدور حكم بحق إسرائيل من شأنه أن يضر بسمعتها دولياً ويشكل سابقة قانونية فالأحكام التي ستصدرها المحكمة ستخطر بها مجلس الأمن وكفة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتفتح عقبها جنوب إفريقيا باباً جديداً بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم بناء على قرارات المحكمة خطوات جدة تستشعرها دولة الاحتلال وتتخوف من آثارها وتداعياتها القانونية والسياسية والأدبية ويتخوف معها المزاج الشعبي العالمي قشية الإعلان الرسمي عن موت دمير قادته السياسي والأخلاقية حالا وسم بخزلان شعب يباد على مرأة ومسمع من العالم وعلى الرغم من نظر محكمة العدل الدولية غداً لدعوة اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية كشفت القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية عن دعوة متجددة لنائب رئيس الكنسة الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن نسيم فاتوري إلى مواصلة ارتكاب حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الواسع في قطاع غزة فقد ذكرت القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية أن عضو الكنسة فاتوري جدد دعوته إلى إحراق كل غزة بأهلها حتى تتخلص منهم إسرائيل إلى الأبد